الدولة مطيطة الاسلاح يحمل عالين ويسلل بي ويكتل بي بسلاح الدولة منتصب في الاجهزة الامنية يقتل سائق اجرى بعد تسليب مركبته المغدور عامر يعمل سائق اجرى قتل برصاصة في رأسه وسرقت مركبته على يد المنتصب بعد تأجيره في الشارع كما تقول عائلة المغدور قتله فتيتم ابنه الوحيد الذي لا يكف عن البكاء كان يشتغل تكسي طلع على باب الله سلبوه اخذو السيارة اضربوه نانا طلقه طلعت من نانا عندي بس ساني لي عن ما عندي لا اخوان مجرى واحد من البيع وبعدين مسلبح اربط القبراسة واخذ السيارة اخذ السيارة من عده وقف بالشارع عن رصيف هو يشتغل تكسي السلبوه منتسب منتسب بوزارة الداخلية مسلاح شنوه مسلاح مستدسك لك مع الدولة سلاح الدولة لحماية المواطنين ام لقتلهم تتساءل عائلة المقتول التي تطالب باعدام قاتل ابنهم على الفور بعدين القي القبض عليه وتناشد الجهات المعنية بالاستجابة لمطبهم احنا نطالب رئيس الوزراء نطالب الوزير بانه هذا الشخص وهذه الحالات المفروضة تنعدم زي انا باي ذنب نكتل باي سبب نكتل نطالب احنا بدم وخونا نطالب بعدامهم فورا هاي جريمة كبرى وهاي بيئة ونسان فقير وطالب على باب الله وعدة ثلاث مناته وولده وكتله وخده وسيارته جرائم التسليب تعود من جديد والبغداديون ينتظرون دورا اكبر من القوات الامنية لمنع تزايد تلك الجرائم التي تعيد العاصمة لايام عاشوا فيها الويلات من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير